اهلا بكم من جديد ونتحول ضمن جولتنا في سودان هذا المسائل الاخبار العالمية حيث ذكرت مصادر امنية وطبية في لبنان ان احتجاجات عنيفة على المصاعب الاقتصادية المتفاكم اندلعت مجددا في مدينة طرابلس اليوم الثلاثاء مع اضرام النار في المزيد من البنوك بعد ليلة من الشغب مات فيها احد المحتجين وساهم انهيار الليرة اللبنانية وزيادة التدخم وارتفاع البطالة في مضاعفة مصاعب لبنان الذي يعاني ازمة مالية قاسية منذ اكتوبر تشرين الاول وفاكم اغلاق الاعمال وتوقف الانشطة العامة سعيا للحد من انتشار فيروس كورونا من المصاعب الاقتصادية قالت وزارة الدفاع التركية انما لا يقل عن اربعين مدنيا من بينهم احد عشر طفلا لقوا حتفهم لدى تفجير قنبلة في شاحنة نفط في بلدة عفرين بشمال سوريا اليوم الثلاثاء منحية باللوم في الهجوم على وحدات حماية الشعب الكردية السورية وقالت الوزارة في بيان نشرته على تويتر ان الانفجار وقع في منطقة مزدحمة في وسط عفرين وبثت الوزارة مقطعا مصورا يظهر دخانا اسود يتصاعد في الهواء في حين سمعت في الخلفية اصوات وابواق سيارات الاسعاف والشرطة نقلت وكالة انترفاكس الروسية للانباع عن وزير الخارجية سيرجي لافروف قوله ان روسيا لا توافق على تحرك خليفة حفثر قائد قوات شرق ليبيا الجيش الوطني الليبي لفرض سيطرته على البلاد واضاف لافروف لا اتحدث هنا عن اي قوة ضغط تملكها روسيا نحن على اتصال مع جميع اللاعبين في الصراع الليبي دون السسناء وكان الكريملين قد خال في وقت سابق اليوم الثلاثة ان روسيا ملتزمة بالتوصل لحل الصراع بالصبل السياسية والدبلوماسية